أحبائي بهيدا الفيديو رح نشوف شو عم بيصير بجو في الأرض وفي الفضاء وتأثيرهم علينا وضعنا على الأرض يشبه وضع فيلم حضرته من فترة على ناتفليكس اسمه Don't Look Up يعني ما تطلع لفوق بمعنى أنه سياسيين عم بيقولوا للناس ما تطلعوا لفوق وهني كان عليهم غزو من الفضائيين الفيلم هو كوميديا على سخرية لكن بيوصل شوي شو عم بيصير على الأرض كيف السياسيين والقوات الظلمة لاهتنا بقوتنا اليومي وبالحروب والمشاكل الاقتصادية والفيروسات وغيرها مع بيخلونا نعرف مظبوط شو عم بيصير لحتى نكون جاهزين إلى المراحل المقبلة أولا في إشياء كتير عم بتصير بالفضاء والناس مش درياني فيها كمثلا جسد مستطيل اسمه أونعمواموه متجه نحو الأرض وهو جاي من نظام شمسي آخر البعض يقول أنه جاي من فيجا ليرا ورح يمر يقال قريب جدا من حد الأرض أيضا فيه موذنب أو كويب اسمه أبوفيس متجه نحو الأرض ومش أكيد بعد إذا رح يضرب الأرض بالـ 2029 أو لا وطبعا في نيبيرو الناس بتقول أنها تقترب من الأرض والناس بتقول أنها غير موجودة نحن لا نعلم أدي صحية ودقتها لأمور لكن نعلم أنه ما أنه شي مستحيل أنه يضرب موذنب في الأرض هذا شي صاير في تاريخ الإنسانية وممكن أنه يرجع السير هلأ بما أنه ما قدرين نعرف مية بالمية شو ممكن يصير في السماء خلينا ننتقل على شي أكيد منه أكتر يلي هو جوف الأرض والحقل الكهرومغناطيسي نحن شهدنا بالكم سنة الماضية هالزات أرضية كتير قوية ونعلم أنه لوحات التكتونية للأرض تتخلخل يعني بعد بدو يصير فيها الزات أرضية أقوى من يلي شهدناها يوجد مجموعة كبيرة من العلماء والأخصائيين يلي عم بيقوموا بالدراسات لشو عم بيصير بالأرض ولوين نحن متجهين وأحدهم هي Global Crisis The Responsibility فيكن شوفوها على يوتيوب لتحضروا الفيلم بالكامل لكن أنا بدي لخص بشكل مختصر الموضوع ماذا يحصل للأرض يلي عم بيصير أنه أشعة الشمس تزداد وعم بتأثر على الحكلة كهرومغناطيسية للأرض مما عم بيقدي أنه جو في الأرض عم يحمى وهيدا الشي عم بيخلي أكس الأرض يزيح وكمان عم بيسبب براكين وهالزات أرضية وغيره من الكوارث الطبيعية هذا الحدث يحصل في نظامنا الشمسي كل 12 ألف سنة كل 24 ألف سنة وعلى 24 ألف سنة بيكون الوضع أقوى وأخطر ونحن الآن في منتصف السايكل 24 ألف سنة كما قلنا هالطاقة الكونية اللي عم بتجي على الأرض يلي خليت أكس الأرض يميل كمان عم بتسبب براكين وهالزات أرضية وتخلخل جوف الأرض هذه فقط البداية وستزداد الأمور خطورة أكتر وأكتر ليصير فيها الزات أرضية أكبر بكتير وأقوى بكتير وفيضانات بتشبه نوعا ما توافان نوح طبعا رح تتأثر بلداني كتيري واسم منها كبير رح يصير تحت الأرض وأيضا بتدل الأبحاث العلمية إنه ترددات الأرض من الثمانينات اللي هلأ وصلت لـ 12 هيرتز وبيقول جريج برادن إذا وصلت لـ 13 هيرتز يلي نقطة صفر بده يوقف دوران الأرض ليومين أو ثلاثة وترجع تبرم الأرض باتجاه معاكس بتصير الشمس تشرق من الغرب بدل الشرق وأيضا مجرد إنه عم يبطأ دوران الأرض عم بيخلينا إنه نحس إنه الوقت عم يمرق أسرع يعني الـ 24 ساعة عم نحسن عم بيصيروا كأنه 16 ساعة بتصور عم تحسوا أنتوا هيدا الشي إذن قدام هالأبحاث العلمية والوقائع والإشياء اللي رح نوصلة قريبا جدا ماذا نفعل؟ عندكم مثلا مثل بيلي كارسون عمر ملجأ تحت الأرض طويل عريض قد ملعبين فوتبول إيلون ماسك عم بيعمل مركبة ليخرج من الأرض إلى الفضاء عندكم مثل جريج برادن وغراهام هينكوك عم بيحكوا عم بيدعوا إلى الصحوة الروحية لحتى مع بعض نوصل إلى حل وأحد الحلول هو الارتقاء في الصحوة الروحية تنظيف الزات لأنه ما ممكن في احتمال أن يتم تفعيل مركبتنا ونتحول إلى جسد نوراني ونخرج من هذا المكان بطريقة أو أخرى لكن علينا أن نتحد مع بعض مش نخانئ بعض ونلتهي في حروب ونعارات طائفية واقتصادية وصراع للمادة وغيرها من الأمور وفي نبوءة الهوبي يلي ترى كلنا على صخرة صخرة النبوءة بيقولولا شو بده يصير هلأ في آخر السايكل يلي نحن فيه بيفرجي جريج برادن خطين شو عم بيصير بيعمل دراسة في خط في الأسفل إذا بتشوفوه وخط فوق كل خط بيضل على مجموعة مختلفة من الناس كل حدا منهم رح يختار مسيرة حياة مختلفة إذا منتطلع بالخط اللي فوق منشوف أنه الخط بيبلش جالس نينيتهم ببلشوا جالسين لكن الخط اللي فوق بيصير زيجزاج متعرج وهذا دليل للصعوبات وأيضا نلاحظ أنه بينتهي والأشخاص يلي على هيدا المسار منلاحظ أنه راسا منفصل عن جسمهم هم أشخاص ما بيعرفوا زيتهم ما فيتوا بمسيرة اكتشاف الزات وأنهم نقطة من الخالق أما على الخط الأسفل منلاحظ أنه المسيرة الخط بيضلوا جالس ليس متعرج وما بينقطع لا ينتهي بيكفل قدام منلاحظ أنه في شخص عجوز يعني كبر في السن وهو في الحكمة ومعرفة الزات والصحوة الروحية ونلاحظ أيضا أنه وراه في زرع يعني ما في نقص بالمنتوجات الغذائية ولاحظوا هلا الخط الأخضر بالنص هيدا point of no return يعني بس واحد يختار فوق أو تحت من بعد الخط ما بعود يقدر يغير مصار إذن يا أحبائي ماذا نختار المصار اللي فوق يعني الميتريكس والبرمجة وكل هذا والصراعات أو المصار اللي تحت الصحوة الروحية واكتشاف الزات والاتصال بالخالق بتمنى أنه هيدا الفيديو يكون وضح بعض الأمور وببعض لكم محبة ونور وسلام للجميع وأنا بحبكن كتير اشتركوا في القناة